اللي قال لي استعداده في النمسا لأجل هذه الأحداث يعني أنتوا الفريد داخل بهمة وداخل باستعداده ومرس الكولر بيجهز أكبر عدد من اللعيبة الفكرة دي اللقطة صديقنا العزيز يهايب الخطيب كان نكلمكم عليها من شوية في مدخلته كهرباء لما خد إمام عشور قدامه ورا على العجلة واختفى بيه كهرباء ما سابش العجلة في المعسكر وخل علي معلول برضو يعمل زي أنا أحس كده أنت تفتكر وإحنا في المغرب برضو كان بيلف بالعجل تحس إن كهرباء ده البزنس بتاعه اللي جاي يعمل بحيد العجل لا بيحب العجل وضع إنه بيحب العجل جدا يعني هي رياضة جميلة ومفيدة وضع إن المكان نفسه مدي فرصة لا طبعا فيه يعني مكان مفتوح وخضرة وطرق ده بيزوق لسه مضارتش ما هو ده بقى الضحك ولعب وجد وحب يعني مع كل الشغل الجامد قوي اللي الرجل قرص عليهم به بدنيا بيخلعوا لنفسهم لحظات المرح فبيختاروا لحظات مرح صحية يعني يخففوا شوية المرات دي عشو جوالي خدوا قدامه والله حاجات لطيفة جدا يا جماعة مطلوب جدا هذه الأجواء ومطلوب جدا هذه المشاعر مطلوب جدا الإيجابية في العلاقات والتنظيم وحبنا يحميهم يا رب من الإصابات يا رب ويبقى بداية موسم موفق بإذن الله إن شاء الله طيب